مادة القياسات مادة لغنى عنها في التخصص مادة بتخدم كل نواحي التخصص لانه انا في مادة الالات بحتاج اعمل مجموعة من القياسات في مادة التركيبات الكهربية بحتاج اعمل مجموعة من القياسات كل المواد اللي عندي موضوع القياس فيها موضوع مهم حتى في مادة الرسم الفني انا بعملش قياسات اه بس ببقى محتاج اكون فاهم كل جهاز طريق التوصيله ازاي كل جهاز بيحتوي على كام نوع من الملف او ملفات جهد ملفات طيار شكل الملف بيبقى عامل ازاي الكلام ده كله بنبقى محتاجين نفهمه وعلشان كده بدأنا مع بعض الحلقة اللي فاتت وتكلمنا عن الباب الاول القياس وفهمنا مع بعض في الباب الاول او الحلقة السابقة تكلمنا مع بعض عن القياس وتعريفه وقلنا ان هو عبارة عن مقارنة كمية بكمية اخرى او مادة بمادة اخرى بشرط ان هي تكون من نفس النوع الهدف ان احنا نعرف مدى احتواء الاولى بالنسبة للتانية تمام يعني لما بتيجي انت تشتغل فيه او مثلا بتقيس الطيار فما ينفعش تقيسه بالفولتاميتر او بتقيس شد الطيار فما ينفعش تقيسه بالفولتاميتر واحدة القياس مختلفة او نوعية الملف الداخلي مختلفة بس احنا بنتكلم عن معايرة الكميات فما ينفعش تشتري حاجة بالكيلو انت هيوزنها لك باللتر مثلا ما ينفعش انت بتقيس مسافة بين محافظات هتقيسها بالسانتي هتقيسها بالمتر ده احنا بنتكلم مسافة بين المحافظات فحنا بنتكلم بالكيلو مترات فلابد ان هو ايه تبقى معايرة الكمية او القياس هو مقارنة كمية بكمية اخرى بس بشرط ان هي تكون من نفس النوع تمام؟ طيب بعد كده اتكلمنا في انظمة القياس وقلنا ان احنا عندنا نظام جاوس والنظام المتري والنظام التالت اللي هو المستحدث النظام المتري المعاصر او اللي هو النظام الدولي Burk وقلنا في كل نظام منهم قلنا وحدات القياس المميزة لكل نظام قلنا ان النظام جاوس كان فيه السنتيمتر لقياس الطول والجرام لقياس الكتلة وقلنا كمان انه الثانية كانت لقياس الزمن او وحدة قياس الزمن عندي كمان فيه نظام المتري قلنا النظام المتري ده كان المتري لقياس الطول والكيلو جرام لقياس الوزن والكتلة وقلنا برضو ان الثانية كانت لقياس الزمن واخر حاجة فيه الانظمة او انواع انظمة القياس كان عندي النظام المتري المعاصر الدولي SRI قلنا انه النظام ده بيحترق على سبع كميات قياس منهم الزمن ومنهم طبعا الدقيقة للزمن والكيلو جرام للوزنة والكتلة وعندي كمان شدة الامبير لقياس شدة الطيار وعندي الاستربيديان والزاوية المرسمة والمول كمية المادة وكان عندي مجموعة من القياسات الهمة سبع قياسات او سبع وحدات قياس للنظام المتري المعاصر بعد كده اتكلمنا عن وحدات قياس مجموعة من وحدات القياس بدأناها بشدة الطيار او بوحدة قياس شدة الطيار بعد كده اتكلمنا عن الفولت وقلنا ان الفولت وحدة قياس فرق الجهد وبيرمز له بالرمز V وكان شدة الطيار أو وحدة قياس شدة الطيار اللي هي الأمبير كان وحدة قياسaire الأمبير أو اختصار أو هو وحدة قياس شدة الطيار واختصار الأمبير هي كان حرف A-C وبانترجم برمز I لشدة الطيار بعد كده تكلمنا عن المقاومة وقلنا أن رمز المقاومة هو R-C وفيه R-Small مقاومة داخلية وقلنا كمان أن وحدة قياس المقاومة كان الـ Ohm يعني لما تكلمنا عن الكميات القياس قلنا ان القوم هو وحدة قياس قيمة المقاوم بعد كده دخلنا في الواط وقلنا ان الواط وحدة قياس القدرة وشفنا كمان الكيلو واط ساعة او الواط ساعة وقلنا ان ده وحدة قياس تجارية ووضحناها وقلنا انه ده بنقيس باستهلاك القدرة او القدرة المستهلكة كنا بنقيسها بوحدة قياس الكيلو واط ساعة وبعد كده دخلنا في وحدات قياس خاصة بالتركيبات الكهربية زي اللاكس واللومين ودي حاجات او كميات قياس خاصة بشدة الاضاءة في اعمال التركيبات الكربية يعني زي السوديو زي اللي احنا موجودين فيه دوت شدة الاضاءة في المكان احنا عايزين نحسبها هنحسبها ازاي او وحدة القياس لشدة الاضاءة هي اللاكس وكان عندنا الفيد الضوئي ووحدة قياس اللومين واتكلمنا عن الهينري والفراد والجول طبعا كل ده اتكلمنا عنه في حلقتنا السابقة ووقفنا عند قلنا هنوضح في الحلقة القادمة مجموعة من الكميات ووحدات القياس اول حاجة هنبدأ بيها النهاردة جدول معانا جدول موجود فيه كمية القياس وموجود فيه الوحدة بتاعته والرمز المختصر لها وموجود فيه الوحدة المكافأة طيب الجدول ده فايدته ايه الجدول ده فايدته انك تبقى عارف الكمية والكمية دي الرمز بتاعها ايه ولو انت محتاج الوحدة المكافأة لها تبقى ايه تمام نشوف مع بعض الجدول اول حاجة معانا ونبص على بعض كده على الجدول والكمية الكمية عندي اول حاجة هي القوة والقوة هنا وحدة قياسها النيوتن تمام واختصار كلمة نيوتن اخترنا او اختصرناها بكلمة ان تمام والن دي هي معناها لما بنشوف وحدة قياس مكتوبة ان يبقى دي نيوتن طب الوحدة المكافأة ايه كيلو جرام متر كل سانية تربيع دي وحدة النيوتن كيلو جرام متر كل سانية تربيع تمام طيب الطاقة او الشغل عندي هنا الطاقة او الشغل بيبقى اللي هو وحدة قياسه الجول وحدة قياس الطاقة او الشغل ده وحدة قياسه الجول واختصارا لها اختارنا حرف الج ووحدة القياس المكافأة بتبقى نيوتن لكل متر وحدة القياس المكافأة للجول هي نيوتن لكل متر طيب بعد كده في الاستطاعة او القدرة وحنا لما كنا بنشتغل في مادة الآلاف في حلقة سابقا قلنا ايه ان القدرة وحدة قياسها الواط او الكيلو واط طيب يبقى القدرة وحدة قياسها ايه الواط طيب الرمز بتاعه W capital W capital دي هتبقى او رمز وحدة القياس اللي هي الواط وهي عبارة عن جول لكل ثانية او وحدة شغل على وحدة زمن يعني ايه وحدة شغل على وحدة زمن الشغل وحدته ايه فندم قلنا الجول وحدة الزمن كانت الثانية يبقى وحدة شغل على وحدة زمن يعني الجول لكل ثانية طيب عندي كمان الشحنة الكهربية والشحنة الكهربية قلناها في حلقة سابقة قلنا ان هي وحدة قياسها الكولوم وكان الرمز C وكان الرمز C دوت كنا بنحسب الكولوم عبارة عن حاصل ضرب الطيار اللي مر فيه الموصل والزمن اللي مر فيه يعني الكولوم لو عايز تحسبه هتقول او وحدة الوحدة المكافأة ليه امبير في الثانية امبير ثانية ليه كنا بنقول ان هو R في الاس او الزمن بتاعنا طيب الجهد او القوة الدفعة الكهربية قوة الدفعة الكهربية لازم نفرق بين يعني الاثنين وحدة قياسهم واحدة ولكن فيه فرق بين الجهد وفيه فرق بين القوة الدفعة الكهربية طيب هنا وحدة القياس هي الفولت واختصارا لها اخترنا حرف الفي وهو عبارة عن الفي الوحدة المكافأة جول لكل كولوم يعني وحدة شغل على وحدة شحنة تمام أو جول على كولوم جول لكل كولوم السعه الكهربية السعه الكهربية الفراض وده وحدة القياس الفراض دي احنا شفناها في الحلقة السابقة برضو في مادة القياسات وقلنا ان الفراض هو وحدة قياس الساعة الكهربية لأي مكسف فكان الرمز الاف وهنا بيبقى الوحدة المكافأة ليه السي على الفي او كولوم لكل فولت تمام كده طيب نشوف الجدول التاني الجدول التاني بيقول ايه هنا المقاومة الكهربية واحنا قلنا في مقدمتنا ومراجعتنا على الحلقة السابقة قلنا ان المقاومة الكهربية رمزها ار كابتل لكن وحدة القياس اوم وحدة القياس ايه اوم طب الار عبارة عن ايه او الوحدة المكافأة ليها ايه الفي على اي يعني اقدر احسب الار بتساوي الفي على اي ودا كان المسلس اللي احنا شرحناه مرة اللي فاتت وقلنا ان الفي في الجزء الاعلى من المسلس وتحت موجود الاي والار فكنا نقدر نقول ان الار بيساوي الفي على اي او نقدر نقول ان ال R تساوي V على I وال V كانت بتساوي ال I في R طيب هنا التدفق المغناطيسي وحدة قياسه وبر وحدة قياسه وبر وهي اختصارها بيبقى ويب تمام يعني وحدة القياس هنا بتكتب ويب بس ما بتكملش كلمة ويبر وللوحدة المكافأة لها فولت في الثانية تمام فولت ثانية كسافة التدفق المغناطيسي ودي وحدة قياس بتاعتها اسمها تسلا وبناخد الرمز بتاعها T او اختصارها لكلمة تسلا وهنا الوحدة المكافأة ويب لكل متر مربع الفيد الضوئي ودي الوحدات اللي هي الخاصة بقى بالفيد الضوئي وشدة الاضاءة الوحدتين الخاصين بشدة الاضاءة لأي مكان او الصداءة اي مكان او خاصة بالتركيبات الكهربية والتركيبات الخاصة بعمليات الاضاءة الفيد الضوئي هنا وحدة القياس L ام او لومن اختصارها لكلمة لومن تمام طيب هنا شدة الاضاءة شدة الاضاءة وحدة القياس بتاعتها اسمها لكس واللكس ده اختصارها L اكس تمام كده طيب عندي في حاجة مهمة برضو اللي هو التردد والتردد رمزه الاف ولكن وحدة القياس هيرتز او زبزبة لكل سانية وحدة القياس هيرتز او زبزبة لكل سانية وهنا بيبقى وحدة القياس بتاعته او تقدر تقول زين زل على السانية تمام زبزبة لكل سانية طيب فيه هنا مجموعة وحدات او كميات الوحدات ديت وانت شغال بتبقى بتلاقي انه بيديلك في معطيات المسألة مثلا يقولك انه الجهد المستخدم مثلا 30 او 300 كيلو فولت طيب 300 كيلو فولت ده علشان تعوض علشان تعوض لازم تبقى فاهم الحاجات اللي هنا دي او الكميات او الوحدات اللي موجودة هنا بحيث ان القيمة العددية لابد انك تبقى فاهمها كويس يعني ايه يعني التيرة التيرة دي مثلا دي قيمة عددية كبيرة اكبر قيمة عددية والتيرة دي بتبقى رمزها تي وهنا انا ما بحتاجش الرمز كتير قوي بس احنا بنقول انه لو لو انت هتكتبها مثلا تيرة قوم فهتبقى تي وعلامة القوم تمام كده فهنا التيرة وحدة القياس بتاعته او القيمة العددية ليه التيرة يعني مش وحدة القياس هي القيمة العددية ليه التيرة عبارة عن 10 قص 12 يعني لو قالك 3 تيرة يبقى التلاتة قدامها 12 صفر تمام هتضرب في 10 قص 12 على طول طيب الجيجة الجيجة هنا رمزها الجي وبتبقى 10 قص 9 تمام الميجة الميجة هنا بتبقى اختصارة للكلمة ميجة بتبقى الام كابتل وبتبقى 10 قص 6 يعني بتضرب في 10 قص 6 او بتحط 6 صفر قدام القيمة اللي عندك تمام كده يعني احنا كده بنقولها بكل بساطة 10 قص 12 هتشتغل بالطيرة لو قدامك مثلا المعطى 3 طيرة فانت بتبقى عامل ازاي 3 وتحط 12 صفر يعني ده القيمة العددية قدامها طبعا الكيلو طبعا اختصار كلمة كيلو الك كابتل وبيبقى 10 قص 3 اللي هو معناها 1000 تمام طيب الصانتي الصانتي ده رمز C و10 قص سالب 2 خد بالك احنا بدأنا من الصانتي تمام يبدأ ينزل بالسالب لازم ناخد بالنا من النقطة دي من الصانتي هيبدأ ايه معنا بالسالب معنى كده انه بالسالب يبقى اقسم يعني اقسم على 100 اقسم على 1000 اقسم على مثلا مليون فهم ازاي يبقى الدنيا كده توضح معنا لازم ان احنا ناخد بالنا ان الصانتي رمز C وبدأ معايا بعشرة قص سالب اتنية هنا هنقسم هناك كده لما كانت بالموجب كنا بنضرب في كذا بنضرب في القيمة العددية لكن هنا هنقسم على القيمة العددية اللي موجودة تمام يبقى الملي طبعا اختصارها الام وبيبقى عشرة قص سالب تلاتة المايكرو علامة الميو تمام دي مش دي كده علامة اسمها ميو يا شباب علامة المايكرو اللي هي الميو دي وتبقى عشرة قص سالب ستة بيبقى في عندي النانو ودي حاجات بتبقى موجودة في الوحدة او احنا بنقيس السعة الكهربية مايكرو فراد نانو فراد بيكو فراد تمام ملي فراد مثلا هتبقى في الهينري كمان ملي هينري بيكو والنانو برضو في الهينري فهيبقى موجود معايا وحدة النانو دي رمزها ان وتبقى عشرة قص سالب تسعة اما البيكو عشرة قص سالب اتناشر والرمز بتاعها البي تمام كده يبقى انا كده فهمت الوحدة وحدة القياس والمصطلح بتاعها والرمز والقيمة العددية بتاعتها تمام كده ما ينفعش ندخل على المادة بتاعتنا من غير ما نبقى فهمين الكلام دوت وفيه جزء كبير انت درسته من المصطلحات والرموز دي في الصف الاول وكمان في المرحلة الاعدادية انت درست بعض الرموز منها فكنا بنكملها مع بعض بحيس انه لما ندخل على المادة بتاعتنا او اي مادة سواء الالات الكهربية او التركيبات او القياسات الكهربية او اي وحدة قياس او مثال محتاج تحويل يبقى انا فهم القيمة العددية معناها ايه وهضرب ولا هأسم في القيمة العددية اللي هو مدهالي في المثال تمام طيب الجزء التاني من شغلنا هنكمل مع بعض الرموز والمصطلحات لاجهزة القياس مجموعة من الرموز والمصطلحات مكتوبة على شاشة الجهاز بتدل على طريقة الاستخدام وعلى المدى اللي هيستخدم فيه الجهاز وعلى نوعية الجهاز وكمان جهد الاختبار اقصى جهد يتعرض له الجهاز قد ايه ودقة الجهاز قد ايه الكلام ده ثابت في كل الاجهزة كل جهاز بيختلف عن التاني ممكن تلاقيها صدفة ان في جهازين ممكن لانه مثلا جبت جهازين فولتاميتر موجودين عندي في القسم او في المعمل فممكن يكون المعلومات اللي عليهم او البيانات اللي عليهم ممكن تكون قيم واحدة او يعني طريقة تثبيت واحدة دقة واحدة جهد تشغيل واحد جهد الاختبار واحد التدريج ممكن يختلف تدريج الجهاز اقصى قراءة ممكن يقراءها الجهاز بتاعي ممكن يختلف مدى الجهاز ممكن يختلف ولكن بيتشبه بعض الحاجات من حيث التركيب مثلا ممكن يتشبه وده هنشوفه بعدين في انواع الاجهزة اللي هنتكلم عنها اول حاجة ممكن نبص عليها مع بعض وهي الجهازين اللي موجودين معنا دول الجهازين دول معناهم ايه او الجهازين دول نقراهم ازاي هنا في الجهازين دول هنلاقي ان دول جهازين مختلفين تماما عن بعض هتقول لي ما هم شكلهم مربع لا طبعا انا ممشيش على الشكل او انت مش هتمشي على الشكل هتقول لي انه ده تدريجه اه مختلفين عن بعض اه فعلا يا مستر ده اقصى رقم بيقراء او اقصى قيمة 1200 وده 300 طب انت ما فاندم ما قلت ليش هو وحدة القياس ايه فولت ولا امبير هتقول لي اه ده حرف الايه يبقى امبير طب ما قلت ليش ليه انه هو بيقرس شدة الطيار شفت بقى الكلام بيختلف ازاي شفت ان احنا من خلال قرائتنا للجهاز اللي قدامنا نقدر نستوعب البيانات اللي موجودة على الجهاز قدامنا يبقى من خلال البيانات اللي موجودة على الجهاز من خلال الحروف والرموز اللي موجودة على الجهاز من خلال هل الجهاز ده عليه تدريج واحد ولا تدريجين ولا ثلاثة لو عليه تدريج واحد يبقى هي اقصى قيمة قراءة ليه كذا اللي هو اخر رقم طب لو عليه تدريجين هيبقى فيه مدى للقياس وضبط مدى للقياس لو عليه ثلاثة برضو يبقى فيه مدى للقياس يبقى انا عندي في حالة انه عليه تدريج واحد او قيمة واحدة قراءة واحدة في الاخر مؤشر واحد تمام يبقى ده خلاص انا همشي على اقصى قيمة قراءة للجهاز اللي هي اخر رقم مكتوب في التدريج طب لو هم تدريجين فوق بعض او تلاتة يعني هنشوف اجهزة مع بعض بعد كده هنلاقي فيها تدريجين وهتشوفها في المعمل وهتشوفها في القسم عندك هيبقى فيها تدريجين وهيبقى فيها تلاتة وبالتالي عملية التوصيل للجهاز ده بتبقى محتاجة ان انت تكون مدرك لمعنى كلمة ضبط مدى الجهاز او ضبط مدى القياس تمام لازم تبقى مدرك للكلمة دي اللي هي ضبط المدى ضبط المدى معناه ايه انت بناء على طريقة التوصيل بتاعتك الجاكات اللي انت بتركبها في المعمل او طريقة الاختبار لو انت بتشتغل على جهاز بمؤشر في القسم مثلا بناء على طريقة التوصيل النقطة السوداء والنقطة اللي جنبها بناء على انت دخلت في اول واحدة او التانية او التالتة بيبقى مكتوب عليهم ارقام الرقم اللي موجود عليهم تحت الرقم اللي بيبقى موجود ده معناه انت الرقم ده هتمشي على التدريج بتاعه رايبقى مكتوب عليه اقصى قيمة لكل تدريج تمام يبقى انا كده بعمل عملية ايه بعمل عملية ضبط لمدى القياس او مدى قراءة الجهاز تمام طيب يبقى الجهاز اللي قدامنا احنا نقول انه ده جهاز اميتر وده جهاز فولتاميتر بس كده لأ ما انا ما احتاج اعرف هو بيشتغل في وضع مائل ولا وضع افقي ولا بتثبت بوضع عمودي هل يعني وضعية الجهاز هعرفها ازاي؟ هعرفها من الرموز والمصطلحات اللي احنا هنتعلمها مع بعض وده موجودة في كتاب القياسات الكهربية موجودة على حوالي اربع صفحات جدول اربع صفحات فيهم جداول فيها بعض الرموز او يعني يمكن معظم الرموز اللي انت هتلاقيها على الاجهزة او اجهزة القياس اللي هتقابلك في القسم او المعمل بتاعك تعال نشوف مع بعض اول جدول معنا هيقول لنا ايه والقيم اللي موجودة في ايه عنتي هنا الجدول ده بيوضح الرمز او العلامة اللي هتبقى موجودة على الجهاز ونوع الجهاز يبقى ايه تعال نشوف اول رمز كده بيقول لي ايه اول رمز هنا بيديني شكل زي ده كده الشكل ده لما لقيه على الجهاز اما لقيه الشكل ده اسفل المؤشر في الشريط اللي هو بيبقى فيه شريط نهائي تحت المؤشر على الشمال على شمال الجهاز في شاشة الجهاز نفسه لو لقيت الشكل ده معناه ان الجهاز ده جهاز قياس زومرناطيس دائم وملف متحرك وعزم اعادة ميكانيكي تمام يبقى انا لما لقي الرمز ده معناها ان الجهاز ده جهاز قياس زومرناطيس دائم وملف متحرك تمام كده يا شباب طيب الشكل التاني او الرمز التاني لو لقيت الرمز ده لو لقيت الرمز دوت على شاشة الجهاز في الاسفل طبعا قلنا الرموز دي بتبقى موجودة اسفل شاشة الجهاز على اليسار طيب معناها ايه العلامة دي او الرمز دوت معناها ان ده جهاز مغناطيسي دائم او زو مغناطيس دائم وملف متحرك ولكن ايه بدون عزم اعادة ميكانيكي تمام اللي هو بنسميه جهاز نسبي طيب عندي رمز تاني الرمز ده معناه ايه في ملف هنا وفي خط في النص كده معناه ايه لما تلاقيه في الجهاز برضو الشكل ده يبقى ده جهاز زو قلب حديدي متحرك طب يعني ايه زو قلب حديدي لو خدت بالك هو ده ملف على قلب حديدي ده معناه قلب حديدي وفي ملف عليه ملفوف عليه يبقى هنا جهاز زو قلب حديدي متحرك لا استقطابي وبعزم اعادة ميكانيكي طب الشكل اللي بعده الرمز اللي بعده بيقولك ايه بص هنا في الرمز ده مش هو اللي كان هنا مغناطيس دائم مش هو ده برضو يبقى هنا نبص على نوع الجهاز ده ايه جهاز زو قلب حديدي متحرك وايه يا فندم? ومغناطيس دائم استقطابي وعزم اعادة ميكانيكي. يبقى احنا اتفقنا ان مجموعة الرموز اللي هنشوفها هتبقى موجودة على الاجهزة. مجموعة الرموز اللي هنشوفها هنا بتبقى طبعا مش كلها. ده حسب نوع الجهاز يعني مش هتلاقي الا اربعة دول. لا ده انت كل رمز منهم يدل على نوع الجهاز. يعني هتلاقي واحدة منهم بس على الجهاز اللي فيدك. سواء دي او دي او اه يعني الشكل الاشكال الباقي. طيب نشوف جدول تاني. الجدول ده بيقول ايه? برضو بيقول لي الرمز لو لقينا الرمز ده على جهاز من الاجهزة. تمام? يبقى الجهاز ده نوع يا جماعة جهاز زو صمام الكتروني. جهاز زو صمام الكتروني. طيب شكل تاني. نشوف الشكل اللي هيطلع معايا ايه? في هنا برضو ادي مغناطيس دائم ونفهم ايه العلامتين دول. تمام? يبقى الجهاز ده نوع ايه? لما تظهر العلامة دي او نلاقيها على شاشة الجهاز. واتفقنا تاني بنأكد ان الرمز دي بتبقى اسفل المؤشر بتاع الجهاز على يسار المؤشر. تمام? او في الجزء السفلي بيبقى شريط مكتوب جنبه وكده عليه مجموعة من الرمز. يبقى الرمز ده بيدل على ايه يا شباب? الرمز ده بيقول لي ان الجهاز ده جهاز زو مغناطيس دائم وملف متحرج ومزود بمزدوج حراري معزول. تمام? طيب شكل تاني نشوف شكل تاني. العلامة دي معناها ايه? لما لقيها على الجهاز. معناها ان ده جهاز حراري بمزدوج حراري. يبقى ده بيشتغل تحت تأثير حراري او من ضمن التأثيرات الجهاز ده بيشتغل تحت تأثيرات او احد التأثيرات المؤثرة عليه تأثير حراري. لان احنا التأثيرات دي هنشوفها بعد كده مع بعض. طيب اه الرمز ده معناه ايه? الرمز ده معناه ان ده جهاز حراري بسلك ساخن. الرمز ده يدل على ان الجهاز ده جهاز حراري او جهاز قياس حراري زو سلك ساخن او بسلك ساخن. طيب. نشوف جدول تاني. الجدول لان احنا قلنا ان ده في الكتاب اه اربع صفحات متتالية هتلاقيهم عبارة عن جداول والرموز ومطلوب منك انك تبقى حافظهم. بحيث انك تعرف تقرأ اي جهاز. الشكل ده ايه? اه واحد بيقولي ده عبارة عن خط. يعني كده هنتكلم عن انواع الطيار يا مستر برافو عليك. يبقى هنا ده معناه ان ده طيار مستمر. يبقى فقط. تمام? ناكد على دي. العلامة دي معناها ايه? ان الجهاز هيشتغل بطيار مستمر فقط مفيش طيار تاني. يعني مش هيشتغل. ما ينفعش يتوصل على طيار المتردد. طب في العلامة التانية او الرمز التاني برافو. تي علامة الطيار المتردد. معناها ايه برضو? يبقى الجهاز ده لما لقي العلامة دي. يبقى هيشتغل بطيار متردد فقط. تمام كده يا شباب. طيب. طب هو ينفع اللاقي العلامتين موجودين يا مستر. اه. فيه هذا هدائل التوحيد والجهاز دا مصمم انه هو يشتغل على الطيارين زي العلامة دي كده علامة طيار متردد وعلامة الطيار المستمر يبقى دا هيشتغل على طيار متردد وطيار مستمر طب هو ينفع اقولك ايوة التركيب الداخلي ليه للجهاز دا بيبقى فيه دائر التوحيد تاخد الطيار المتردد توحده تحوله لطيار مستمر تمام نشوف بعد كده العلامة التانية العلامة التانية هنا ايه 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 بص بقى شايف الموحد اللي قدامك ده الصغير لسود اللي تحت ده هو ده بقى اللي يخليني جهاز هل يشتغل طيار مستمر فقط ولا يشتغل طيار متردد فقط ولا يقدر يشتغل على الاتنين تمام كده شباب يبقى هنا العلامة دي معناها ايه معناها ان ده جهاز قياس زوملف متحرك مزود بموحد او ليه دارة التوحيد طيب العلامة دي التانية دي دي معناها ان ده جهاز قياس زوملف متحرك مطلوب منك تحفظ كل الرموز دي بحيث انك تقدر تدخل على قراءة الجهاز او قراءة شاشة الجهاز او استبيان طريقة استخدام الجهاز ده نشوف الجدول اللي بعده هنا بيقولي برضو الرمز ونوع الجهاز طيب هنا بقى يديني حاجات مختلفة بيقولي نجمة بشكل نجمة النجمة دي لو لو لقيتها موجودة على الجهاز وده طبيعي اي جهاز موجود عليه النجمة دي اي جهاز قياس هتلاقي موجود عليه النجمة دية وخاصة الاجهزة ذات المؤشر دي معناها جهد الاختبار النجمة دي بترمز الى جهد الاختبار طيب جهد الاختبار ده هل ثابت في كل جهاز لا طبعا مش ثابت في كل جهاز ده حسب اقصى قيمة للجهاز واقصى جهدة هيشتغل عليه الجهاز واقصى طيار للجهاز كل جهاز بيختلف عن التاني قمال النجمة دي معناها ايه النجمة دي معناها ان جهد الاختبار 500 فولت تمام طب يا مستر دي فضية انا عرفت منين ان هي 500 النجمة لما تلاقيها فضية كده يبقى نص كيلو فولت جهد الاختبار نصف كيلو فولت معناها 500 فولت تمام يا شباب نشوف تاني الشكل اللي بعده طيب هنا النجمة جواها صف صح كده النجمة جواها صف معناها ايه ان الجهاز ده بيشتغل بدون جهد اختبار هو مصمم ان هو يشتغل بدون جهد اختبار طيب النجمة التالتة او الشكل التالت معنا بص مكتوب فيها اتنين اتنين دي معناها ايه برافو عليك اللي بيقول انه لما دي كانت فضية كانت بنص كيلو فولت فلما تبقى اتنين تبقى 2000 فولت صح كده يعني اتنين كيلو فولت يعني هنا لما تبقى النجمة فيها رقم اتنين يبقى هنا جهد الاختبار اتنين كيلو فولت الشكل اللي بعد كده دي علامة التين مقلوبة او انه وضع رأسي او عمودي دي معناها ايه ان الجهاز بيتسبت في الوضعية دي معناها ان هنا الجهاز ده وضع رأسي بيسبت في وضع رأسي علشان يتم التشغيل بالتشغيل الصحيح بيسبت في وضع رأسي طب والعلامة التانية دي زاوية 160 درجة يبقى هنا الجهاز ده بيشتغل بوضع مائل بزاوية 60 درجة تمام كده يا شباب طيب قراءة وجهة اجهزة القياس هو انا هشتغل على وجهة القياس او وجهة الجهاز القياس يا مستر ازاي ها عرف اقرأ جهاز القياس ازاي اقولك انه من خلال القيم او الرموز اللي احنا شفناها في مجموعة الجداول اللي شفناها واللي قلتلك موجودة عندك في الكتاب المدرسي حوالي اربع صفحات وممكن خمس صفحات في الكتاب هتلاقيهم عبارة عن جداول الجداول دي بتوضح لك كل ما هو موجود على شاشة الجهاز تمام بما فيهم نوع الجهاز اللي يدل على نوع الجهاز اللي فيهم يدل على طريقة التزبيت للجهاز اللي فيهم يدل على جهد الاختبار واللي فيهم يدل على ضقة الجهاز واللي فيهم برضو يدل على اقصى قراءة للجهاز ايه وهل الجهاز ده في ليه مدى قراءة واحد ولا مدى مدين او اتنين مدى للقراءة او تلاتة مدى للقراءة تمام يبقى من خلال الجداول اللي احنا شفناها مع بعض هنا اقدر اقول انه اقدر اقول انه انا فاهم اتعامل مع الجهاز ازاي اقدر اقول انه انا مثبت الجهاز كده صح ولا لا جهد اللي هيشتغل عليه الجهاز انا مشغله على الجهد المقنن لي ولا لا الجهد المحدد لي ولا لا هل هو الجهاز ده بيشتغل طيار مستمر فانا شغلته على طيار متردد انا صح ولا غلط من خلال الجداول اللي احنا شفناها والرموز اللي اريناها مع بعض لو فهمناها صح وحفظتها صح تقدر تدخل على اي جهاز تتعامل معاه تمام يا شباب نشوف مع بعض كده الجهازين اللي قدامنا دول الجهازين دول بيقولوا ايه نتعلم كده نقراهم مع بعض علشان ندخل على الشغل بتاعنا احنا بنقول انه لما يبقى قدامي جهازين شبه بعض كده الجهازين يا كد يكونوا شبه بعض صح بس في علامة مميزة ايه هي العلامة المميزة مش الرقم مش الارقام اللي مكتوبة يا شباب لا ولا الرقم اللي موجود هنا لا طبعا بص العلامة المميزة شايف حرف الايه ده اه وحرف الفي ده برفع عليك اللي بيقول ان الايه هي اختصار كلمة امبير وده كده وحدة قياس شدة الطيار فبالتالي ان الجهاز الاول على اليمين ده اللي هو عليه حرف الايه هيقيس طيار صح كده هيقيس شدة الطيار طيب هيقيس طيار متردد ولا مستمر لقينا النتاح الايه علامة ايه الطيار المتردد يبقى الجهاز ده هيقيس طيار متردد تمام كده طيب الجهاز التاني لقينا الفي يبقى الولد التاني اللي بيقول الفي هي اختصار لكلمة فولت وهي وحدة قياس فرق الجهد او القوة الدفع الكهربية صح كده وبرضو هيقيس ايه جهد متردد عرفنا منけど من علامة الطيار المتردد او علامة التردد اللي موجودة علامة الطيار المتردد او الجهد المتردد اللي موجودة تحت حرف الفي او الايه يبقى احنا كده عرفنا نوع الجهاز او الكمية الكهربية اللي هيقيسها الجهاز تمام يا كماع طيب نشوف تاني ايه عندي رقم هنا موجود بص شايف العلامة اللي تحت دي علامة الطير المتردد وجنبها اتنين ونص شايف الرقم اللي موجود هنا ده اتنين ونص تمام طيب الاثنين ونص دي معناها ايه معناها دقة الجهاز معناها دقة الجهاز طيب وهنا هتلاقي فيه رقم واحد ونص هو يعني باين خفيف بسيط كده واحد ونص فطبعا الجهاز هيبقى قدامك باين كل حاجة فيه باينة خلينا نشتغل على الجهاز اللي حكته باينة هنا طيب انا هقرأ زي الكلام ده العلامة الطير المقلوبة انا شفتها فين شفتها في الجدول وكان بيقولي في الجدول ان الجهاز ده هيثبت بوضع رأسي ها فاكرين كانت علامة الطير المقلوبة دي معناها ان الجهاز هيثبت بوضع رأسي طيب ايه تاني النجمة اللي جنبه النجمة اللي جنبه دي فاضية ولا فيها رقم ولا فيها صفر لا ده انا لقيت ان فيها اتنين النجمة دي لقيت ان فيها ايه شباب اتنين تمام كده طيب يبقى معناها ان جهد الاختبار للجهاز اللي قدامي ده هيبقى ايه هيبقى 2000 فولت لان النجمة لو فاضية كانت بنص كيلو فولت لو فيها صفر يبقى معناها ان الجهاز ده بيشتغل بدون جهد اختبار لو جوها اتنين يبقى اللي اتنين دي معناها ان جهد الاختبار اتنين كيلو فولت وده اللي هو 2000 فولت طب العلامة التانية اللي جنبها دي فتكر العلامة دي لما قلتلك ان دي عبارة عن ملف ملفوف على قلب حديدي صح كده يبقى الجهاز ده زو قلب حديدي زو ملف على قلب حديدي او زو ملف متحرك على قلب حديدي تمام كده طيب طب يا مستر انا العلامة دي بشوفها في الجهاز اللي هو النقطة الدائرة السودة دي او المصمار اللي سود ده بشوفه في الجهاز يا مستر ومش فاهم معناه ايه وهنا نفس الكلام هو المصمار ده بيبقى موجود هنا نقول المصمار ده فايدته ايه علشان نخش على امثلة ونحلها مع بعض بخصوص قراءة الجهاز بتبقى في شكل الجهاز قدامك او لما بتمسك جهاز الفولتاميتر قدامك بيبقى فيه مصمار بلاستيك اسود على اليمين خالص اللي هو في المؤشر يعني هو بيبقى مسبت المؤشر المؤشر بيبقى طالع بالشكل ده كده فيه مصمار بيبقى هنا المصمار ده بيبقى ليه خط في النص كده اللي هو تقدر بمفك عادة تحركه طب هحركه ليه بعض اجهزة القياس من كتر ما بتستخدم ومن انها بتستخدم كتير او الجهاز ده وقع من على التسجة او من على التربيزة وقع على الارض اللي بيستخدم الجهاز استخدمه استخدم خاطئ اللي هو ما بيحطش الجهاز وضع مظبوط او وضع عادل المفروض الجهاز ده بيثبت في وضع رأسي فهو راح حطه على وشه كده او حطه مايل او يعني سبت الجهاز في الدولاب العدة سبته بشكل خاطئ ده كله بيأثر على الملف الداخلي واليايات اللي جوه اللي بتشد المؤشرات واللي بتتحكم في المؤشر وده موضوع تاني خالص هنشوفه بعدين هنتعلم ازاي المؤشر ده بيتمطر لفوق كده بسرعة ويطلع ويقف عند القيمة اللي هيقسها ايه العوامل اللي بتثبت الكلام ده هنشوف الكلام ده كل ولكن ايه اللي يخلي يعني يخليني استخدم المصمار دوت المصمار ده معناه ايه؟ بزبط منه المؤشر على الوضع الصفر اللي هي ضبط وضع الصفر تمام؟ ضبط وضع الصفر يعني ايه؟ بنزل بنظري على مستوى الجهاز يعني بنزل كده لو الجهاز في مستوى اقل انا بنزل بمستوى نظري بنزل لتحت كده شوية وصادق الجهاز بالزبط تمام؟ يعني بخلي عناية ومستوى النظر عمودي على مين؟ على المؤشر المؤشر يا اما بيكون فوق الصفر شرطة او تحت الصفر بشرطة وده علشان اشتغل به فهو بيديني قراءة يعني مش مزبوطة تمام؟ يعني هي هتبقى طبعا انت بتشتغل على طيار وجهد فانت يعني لازم تبقى القراءة بالملي مزبوطة تمام؟ علشان نبقى محددين هل فيه هيبقى فيه زيادة فيه انخفاض نبقى فاهمين الكلام ده كله فلما تبقى القراءة مزبوطة مزبوطة صح يبقى ده معتمد على انه الجهاز كان متعاير صح ودي اسمها عملية المعايرة او احد عمليات المعايرة ودي ابسط عمليات المعايرة كمان المعايرة دي يا جماعة ايه معنى كلمة معايرة ايه؟ معنى كلمة معايرة ان انا بعيد ضبط الجهاز طب بعيد ضبط الجهاز ليه؟ لانه المؤشر ده لو المؤشر فوق يعني فوق الصفر بشرطة او تحت الصفر بشرطة كده معناها انه يديني قراءة زيادة شرطة او بالنقصان شرطة على التدريج صح كده؟ ودي تفرق معايا برضه فيبقى انا هعمل ايه؟ هريب مفك عادة وهنزل بمستوى نظري على المؤشر يكون النظر عمودي على المؤشر بالزبط وبالمفك العادة بالراحة خالص بدون ضغط حرك المصمار ده اللي هو احنا شفناه نبص عليه تاني على الشاشة كده عشان نفهم احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقول المصمار ده اللي هو الاسود اللي بيبقى موجود خد بالك المصمار ده هو يعني ليه علاقة بالمؤشر يعني هو المؤشر ده على العمود ده العمود بتاع المصمار ده وقت يا شباب المؤشر بيبقى يا اما اسفل الشاشة او اسفل السفر هنا او بيبقى فوق السفر بحاجة بسيطة ليه؟ نتيجة الاستخدام الخاطئ وانه الجهاز ده تعرض لصدمات ووقع مثلا من على التربيزة او التسجة فبالتالي بيبقى اتعرض ان المؤشر اتحرك من مكانه فبالتالي انه واجب علي قبل ما اشتغل باجي على المصمار ده وبالمفك العادة ابدأ احرك وعشان كده بقولك ايه؟ بقولك انزل بمستوى نظرك وصاد المؤشر بالزبط ماينفعش وانت واقف فوق ماينفعش وانت اسفل المؤشر يعني تنزل بمستوى نظرك اقل من المؤشر لا برضو مش هتتزبط معك بالزبط لابد ان مستوى النظر بتاعك يكون عمودي على المؤشر بالزبط بحيس انه تعرف تزبط المؤشر على صفر التدريج بالزبط ودي فايدة المصمار اللي موجود ده ودي طبعا علشان صورة رسمة او حاجة بتبقى هو ده المصمار اللي احنا بنقول عليه برضه تمام يا شباب؟ طيب نشوف مثال مع بعض والمثال ده هيقول لي انه انا هتعامل ازاي مع الاجهزة دي المثال بيقول ايه؟ ارسم وجهة واتميتر من النوع الكهروديناميكي زملف متحرك يعمل على التيارين خد بالك بقى من الكلام عشان هنرسمه مع بعض ونشوف الشكل النهائي ليه؟ بيقولك ارسم وجهة جهاز واتميتر يبدأ جهاز قياس ايه يا جماعة؟ قدرة واحدة القياس القدرة كانت ايه؟ قلنا الواط واختصارها كانت الدبيو برافو عليكم من النوع الكهروديناميكي زملف متحرك يعمل على الطيارين المستمر والمتغير او المتردد ويستعمل الجهاز افقيا ودركت دقة الجهاز خمسة من عشرة وجهد الاختبار له اتنين في عشرة اوسي ثلاثة فولت اه يبقى احنا هنا كده عرفنا من المثال بتاعنا انه الجهاز ده هيستخدم في قياس القدرة لانه قال لي جهاز قياس واتميتر صح كده؟ يبقى ده هيستخدم في قياس القدرة يبقى انا وحدة قياس القدرة ايه؟ الدبيو يبقى لما رسم الجهاز بتاعي زي ما شفنا كان مكتوب على الصورتين اللي فاتوا الجهازين اللي فاتوا زي ما شفنا مكتوب حرف الاي ومكتوب حرف الفي يبقى هنا هكتب مكانها ايه؟ دبيو صح كده؟ طيب هنا بيقول لي انه الجهاز ده بيقيس طيار متردد وطيار مستمر او هيشتغل على الطيارين آسف هيشتغل على الطيارين طيار متردد وطيار مستمر يبقى لازم اخد بالي من العلامة اللي هتتحط صح كده؟ قال لي ان جهد الاختبار ليه اتنين فعشرة قس ثلاثة اه مش دي كده فكرتني بالجزء الخاص بالقيمة العددية للكميات الكهربية او الكميات اللي احنا بنقسها عشرة قس ثلاثة دي معناها ايه؟ معناها بالكيلو معناها الف صح كده شباب؟ تمام نشوف مع بعض كده نرسم مع بعض الجهاز اللي قدامي واول حاجة انت بتعملها طبعا بيبقى فيه خط خط كده اهوت ادي حاول تزبط ايدك بقى والمستر بحيث انه تعرف تشتغل على الجهاز اللي قدامك ادي خط كده اهو والجهاز بتاعي طبعا بيبقى التدريج بتاعه او المؤشر بيبقى مثلا بيبقى بشكل دائري لفوق هنرسم اهوت كده نقول دي وجهة الجهاز تمام يا شباب؟ ادي وجهة الجهاز كده سواء الجهاز اللي قدامك وجهته دائرية هي بيبقى كلها الشكل ده بيبقى داخل فريم او مربع اللي هو شاشة الجهاز بتاعك طيب هنعمل ايه؟ هنجي هنا ونقول ادي في المنتصف كده بالزبط كده و ادي دايرة كده اهو ونحط المؤشر بتاعنا هنا طيب قبل ما نحط المؤشر بتاعنا هنعمل ايه؟ هنعمل ان فيه تدريج اهو ادي التدريج اهوت انت هتعمل كده في الامتحان بتاعك تمام؟ يبقى هنا هنعمل ايه؟ هتيجي هنا تقول ادي صفر التدريج تمام؟ وتبدأ بقى ايه؟ تقسم الشاشة بتاعتك او تدريج الجهاز بتاعك اهو كده واحد اتنين تلاتة اربعة بص خمسة ادي كده اتنين تلاتة اربعة خمسة كده تبدأ تقسم التدريج بتاعك اهوت بشكل منتظم يعني مش هتقيس بقى والكلام اللي هو لازم تطلع بس هو ايه؟ خلي عينيك مصطرة بحيث انه تبقى انت عارف المسافات دي كلها تطلع قد بعضها تمام يا شباب كده؟ ويبقى عندي هنا اخر التدريج بتاعي اهوت هنا مثلا هنقول ان هنا مثلا 300 مثلا 300 اهوت او اي رقم يعني رقم نهائي طبعا هنا بتبدأ التدريج سواء حسب القيم اللي بتبدأ موجودة على الجهاز احنا عملنا التدريج وهنا باجي طالع من هنا كده مؤشر اهوت هنا كده اهوت كده اهو ادي مؤشر اهوت ده المؤشر بتاعي تمام يا شباب كده؟ وهنا ايه دي الدايرة اللي احنا قلنا عليها ايه؟ اللي هي عمود الاضارة او عمود الدوران بتاع المؤشر تمام يا شباب؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ شكل الجهاز بتاعي طب شكل الجهاز ده بس كده هو انا يعني خلصت كده قال لي لا هو مش قالك ان الجهاز ده عبارة عن جهاز قهاز وات ميتر يبقى هتقيس قدرة يبقى وحدة القياز بتاعتك ايه؟ الوات تمام كده؟ طيب وقال لك ايه تاني؟ قالك ان دقة الجهاز خمسة من عشرة صح؟ مش قال لي في المثال ان دقة الجهاز خمسة من عشرة صح ولا ايه؟ يبقى انا عندي هنا دقة الجهاز خمسة من عشرة اكتب هنا كده خمسة من عشرة ماشا شباب؟ طيب وقال لي كمان ان الجهاز ده بيشتغل على في وضع افقي يبقى الوضع الافقي اهو ادي علامة الوضع الافقي الرمز ده بيدل على ان الجهاز هيشتغل في وضع افقي خلينا نعملها باللون الاسود علشان تبقى باينة مع ولادنا يشوفه يبقى كده دي علامة الوضع الافقي طيب فيه نجمة اللي هي نجمة جهد الاختبار فين يا مستر هتيجي هنا كده هو قالك جهد الاختبار اتنين في عشرة قس تلاتة يبقى انا هاجي قادي نجمة هنا كده اهو كده وحطت جواها ايه اتنين يبقى انا عملت جهد الاختبار بتاع الجهاز ده اتنين كيلو فولت طب انا عرفتها منين هو قال لي اتنين في عشرة قس تلاتة اتنين في عشرة قس تلاتة يعني بالكيلو كده اتنين كيلو فولت قال لي كمان ان الجهاز ده بيشتغل على الطيار المستمر والطيار المتردن يبقى انا هاجي في النحية دي كده مثلا يعني ممكن النحية دي كده واقول له ايه دي علامة الطيار المتردد وادي علامة الطيار المستمر تمام يا شباب يبقى انا كده قدرت ان اقول له ادي الجهاز اللي احنا اديتني بياناته يبقى كده السؤال يجي لك يقول لك ارسم واجهة جهاز قياس واطميتر ويدي لك بعض المصطلحات اللي انت من خلالها تقدر ترسم الجهاز اللي قدامك وتعرف تشتغل عليه نبص على الشاشة بتاعتنا هنلاقي ان الجسم اللي احنا رسمناها هي نفس الشكل اللي احنا قلناه وهنا يبقى الجهاز قدامي ادي المؤشر بتاعي وادي التدريج اللي موجود عليه وهنا قال لي ان جهد الاختبار بتاعه اتنين في عشرة او سي ثلاثة يعني النجمة يبقى جوها على رقم اتنين يعني اتنين كيلو فولت جهد الاختبار وقال لي ان دقة الجهاز خمسة من عشرة تمام كده دقة الجهاز خمسة من عشرة وقال لي ان الجهاز كمان بيشتغل على الطيارين المستمر والمتردد وقال لي ان الجهاز بيشتغل في وضع افقي ما قال ليش انه وضع مائل بزاوية كذا او ما قالش انه هو في وضع رأسي ده قال يشتغل في وضع افقي هو احنا عرفنا الكلام ده كله منين احنا عرفنا الكلام ده كله من خلال الرموز والمصطلحات اللي احنا شفناها مع بعض في الجداول اللي اتكلمنا عنها وقلتلك هتلاقيها موجودة في الكتاب المدرسي بتاعها طيب نشوف مثال كمان المثال التاني بيقول لي ايه المثال التاني بعد كده بيقول الشكل الموضح امامك يبين واجهة احد الاجهزة او احد اجهزة القياس والمطلوب كتابة بيانات هذا الجهاز اه ده هنا بقى الوضع اختلف هيديني شكل هيديني البيانات او هيديني شكل للجهاز يديني شكل الجهاز وانا ارسم اكتب البيانات بتاعت الجهاز تعال نشوف بسرعة مع بعض كده هنعملها ازاي هو هنا شكل الجهاز اللي الدهولي بيقول لي ان الجهاز اللي معاك عبارة عن الشكل ده طب الشكل ده نبص مع بعض على الشاشة كده هنلاقي ان الجهاز ده عبارة عن مكتوب عليه حرف الفي طيب هو انا ممكن اخد من الكلام ده واشتغل اه يبقى انا اخد ايه عليه حرف الفي يبقى الجهاز ده على طول نقول له انه جهاز بيشتغل فولتاميتر او ده جهاز قياس فولتاميتر على طيار متردد هو بيدي لك شكل الجهاز وبقول لك اكتب لي البيانات بتاعت الجهاز تمام يا شباب يبقى هنا هقول له من علامة الفي دي او رقم حرف الفي ده انا عرفت انه هو جهاز فولتاميتر وعلامة الطيار المتردد يبقى ده جهاز فولتاميتر طيار متردد تمام كده طيب اه الايه الحاجة التانية دقة الجهاز موجودة تحته والوضع والكلام ده نقول ايه تاني عندي هنا الجهاز يعمل في وضع تثبيت عمودي او رأسي اللي هي التين مقلوبة تحت دي يا شباب طب ايه تاني علامة جهد الاختبار يبقى هنا برضو ان درجة الدقة اتنين ونص شايف اللي اتنين ونص اللي موجودة دي دي دقة الجهاز يبقى هنا اقدر اقول ان دقة الجهاز اتنين ونص طيب الجهاز بيشتغل على طيار متردد اه قلناها في الاول ان ده جهاز فولتاميتر طيار متردد قلنا ايه تاني ان جهد الاختبار النجمة دي فيها رقم كام اتنين يبقى جهد الاختبار للجهاز قيمته اتنين كيلو فولت او والله انت قلت اتنين في عشر او ستلاتة عادي خالص جميل ماشي يا شباب طيب العلامة الاخيرة او الشكل الاخير اللي موجود دوت بيقول لي ايه ان ده جهازه ملف قلب حديدي متحرك قلب حديدي متحرك لانه ملف على قلب حديدي تمام كده يبقى كده قدرنا نقرأ الجهاز اللي قدامنا طب اقصى تدريج للجهاز ده اقصى تدريج للجهاز ده عبارة عن 300 فولت طب انا عرفت ان ان هو بالفولت ما هو جهاز فولت ميتر طيار متردد صح كده يبقى في حلقتنا النهاردة قدرنا ان احنا نفهم مجموعة من الكميات والوحدات من خلال الجداول الخاصة بالكميات القياس ووحداتها والرموز للكميات القياس وشفنا كمان الوحدة المكافأة لكل كمية يعني زي النيوتين زي الجول زي الكولوم وغيرها من الكميات القياس اللي احنا شفناها مع بعض شفنا جداول تانية الجداول دي كانت بتقولي مجموعة من الرموز اللي تبقى موجودة على اي جهاز قياس ومش شرط يكون كل مش شرط يعني يكون كل الرموز دي تبقى موجودة على الجهاز لا ده هو نوع الجهاز بيبقى موجود لي علامة تدل عليه نوع الطيار اللي هيشتغل عليه ووضع التزبيت زي ما قلنا قيمة جهد الاختبار دقة الجهاز اقصى مدى للجهاز وقلنا ناخد بالنا ان الجهاز لو قدامنا عليه تدريجين هيبقى فيه مدى يتزبط عليه الجهاز وقلنا كمان لو المؤشر بتاع الجهاز اسفل الصفر او اعلى من الصفر بحاجة بشرطة يبقى نزبطه منين من مصمار الضبط اللي هو بيبقى موجود على الشاشة قدامنا باللون الاسود فيه خط كده او مكان مجرى بنزبطها بالمفك العادة بس بشرط ان انزل بمستوى النظر قدام مين قدام المؤشر علشان اشوف عملية الضبط بتاعته تمام الكميات اللي احنا شفناها والرموز والمصالحات اللي احنا شفناها تقدر تخليك تشتغل على اي جهاز وانت متطمن مش خايف انه هو انا وصلت صحة ولا لا هو انا حددت المدى صحة ولا لا هو الجهاز ده طيار متردد وانا وصلته على طيار مستمر والعكس ولا لا هو بيشتغل على وضع مائل ولا وضع افقي ولا وضع رأسي لازم طالما انت فهمت النقطة الخاصة بالعناصر والمصالحات او رموز والمصالحات الخاصة بالاجهزة يبقى انت داخل على الجهاز بشكل واثق من نفسك ومتطمن لنفسك واحنا واثقين فيكم جميعا تمانياتي ديكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح انتهت حلقتنا والى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى